يا أهلا وسهلا بكم طرق لتحفيز الطيور لنزول إلى طبق الاستحمام لتنظيف الجسم ولتخفيض درجة الحرارة طبعا الطيور في بعض الناس بتسأل بتقول أن عند العصفير وعند البابغوات لا تريد أن تنزل إلى طبق الاستحمام لماذا؟ أول حاجة لازم تعرف أن الطيور لا تنزل إلى طبق الاستحمام إلا في وقت ارتفاع درجة الحرارة يعني لا يمكن لها أن تنزل في فصل الشتاء وإلا تعرضت لانخفاض درجة حرارة شديد جدا فهي لا تنزل إلى طبق الاختسال وطبق الاستحمام إلا في وقت ارتفاع درجة الحرارة يعني لو فيه يوم فيه درجة حرارة مرتفعة ثق تماما أن الطيور هتنزل إلى طبق الاستحمام الحاجة الثانية الطيور بتنزل إلى طبق الاستحمام في وقت تغيير الريش يعني في وقت تساقط الريش طبعا إحنا عارفين أن في فصل الصيف بيحصل لبعض الطيور أن هي بتبدل الريش الريش بتاعها بيبدأ يتساقط فبيبدأ الطائر ينزل إلى طبق الاستحمام لأن الاختسال في الفترة دي والاستحمام بيسرع من عملية تبديل وتغيير الريش في وقت تغيير الريش طيب الوقت أنا عندي الطيور بترفض تماما في وقت ارتفاع درجة الحرارة بترفض أن هي تنزل إلى طبق الاختسال وطبق الاستحمام أنا أعمل إيه؟ أول حاجة تعملها أن أنت تجيب بخاخة وتبدأ تحفز الطيور وتحسسهم بالشعور الجميل شعور تساقط الماء فأنت لما بتحبتها وترش على جسمهم القليل من الماء بالبخاخة بيبدأ الطيور بتعرف إحساس جميل جدا وبيبدأ أنت بتحفزهم على الإحساس بالاختسال والاستحمام والشعور الجميل ده الحاجة التانية أن أنت ممكن تعطش الطيور يعني ممكن تعطش الطيور مثلا أربع ساعات وبعد كده تجيب طبق الاختسال وطبق الاستحمام وتحطه في أرضية الأفص وبالتالي الطيور هتنزل تشرب فهتلاقي الماء فده هيحفزهم على أن هم ينزلوا في داخل الماء وياخدوا قصة من السعادة والمتعة الحاجة التالتة عشان تحفز الطيور والعصفير أيا كانت أنا بتكلم عن أيا كان نوعه يعني أيا كان نوع البابابا أيا كان نوع العصفور حتى لو عصفير استراري فأنت طبعا ممكن تحفزهم أن أنت تجوع الطيور وبعد ما تجوعهم مثلا مدة مثلا من ثلاث ساعات أو أربع ساعات كما تبدأ تجيب لهم الخضرة أو أوراق خاصة أو أوراق مثلا من السريس أو أوراق الفجل أو أي أوراق الطيور بتحبها أوراق خضرة وتحطها في الماء وبالتالي يعني في طبق الاستحمام هتحط في أوراق الخضرة فبالتالي الطيور هتنزل عشان تاكل أوراق أوراق الخضرة فهتلاقي الميا وجمال المياه فممكن تنزل في طبق الاستحمام فأنا بقول لك ديت محاولات لتحفيز الطيور إلى النزول إلى طبق الاستحمام طيب ممكن أنا أعمل بقى حاجة كمان إيه كمان؟ ممكن كمان إنني لو الطيور اللي عندي ديت عندي مثلا مجموعة من العصفير مش واخدة على الاستحمام مش واخدة على الاستحمام أنا أعمل إيه؟ في الحالة ديت أدخل عليهم مثلا أجيب مثلا طائر أو عصفور يكون متعود على إنه هو بيحب الاستحمام وبينزل إلى طبق الاستحمام فأعمل لي بقى أدخلوا في القفص معاهم فترة فليه بقى عشان الطائر دهوت لما أنا هحط طبق الاستحمام هينزل في طبق الاستحمام فالعصفر والبابغاوات كلها هتشوف المنظر دي فهتحفز الطيور على إنها كلها تنزل إلى طبق الاستحمام يبقى أنا هستغل العصفور دهوت أو البابغاء اللي بينزل وباستحمى وبينزل إلى طبق الاستحمام وعنده شجاعا ينزل إن أشجع وحفز الطيور كلها إن هي تنزل إلى طبق الاستحمام لأن الطيور طبعا بتغير من بعضها وبتحب تقلت بعضها وده كان فيديو النهاردة وخلي بالك يا جماعة نصحة مهمة جدا جدا أن أنت لما تحط طبق الاستحمام لا تترك طبق الاستحمام أكتر من ساعة أمام الطيور لا تترك طبق الاستحمام أكتر من ساعة ليه بقى؟ لأن الطيور بتنزل في طبق الاستحمام وبتبدأ يعني تترك فيه الفضلات وبينزل بعض يعني شوف يعني طبعا لما الطائر بيختسل فيه طبعا يعني بيبقى فيه جرسيم وبكتيريا وحاجات كتيرات جدا بتبقى فيه جسم الطائر فطبعا الطائر بيتخلص من الأشياء دي تكلها وكمان بيتخلص ممكن يعني ممكن يترك البراز أو يترك فضلاته في داخل المية فبعد كده ممكن الطيور تشرب من المية فتصاب الطيور بأمراض فطبعا انت يعني كحد أقصى لا تترك طبق الاستحمام أكتر من ساعة أمام الطيور طبعا يا جماعة ما ينفعش ان انت بعد يعني فيه بعض الناس تاجي واللاحظ ان هم يحطوا طبق الاستحمام وبعدما تستحمى ياخد العصافير ويحطها في الشمس يقولك عشان إيه عشان ينشفه لأ ما ينفعش لإن انت ممكن تتركو الطيور فترة طويلة يحصل ان هم ياخدوا طربة شمس فما تتركش الطيور في الشمس هم يعنى جسمهم هينشافوا جسمهم لوحده فما تقلقش خالص ما تسيبش الطيور في الشمس خالص إلا في فترات الشمس الخافتة الشمس الضعيفة يعني الساعة مثلا سبعة الساعة مثلا خمسة كده مثلا بالليل يعني بعد العصر بحيث ان هم ياخدوا فيتامين دال وما تعرضهمش اكتر من خمس او عشر دقايق كحد اقصى في فصل الصيف وده كان فيديو النهاردة ما تنسوش دعم القناة والاشتراك فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته